انسجاما مع التوجهات السامية بضرورة حماية المال العام وعدم التواني في محاسبة كل من يتطاول أو يعتدي عليه وفي ضوء ما أثير مؤخرا حول التجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعية اليوم قرارا بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمباشرة كافة الإجراءات القانونية في شأن كل ما أثير من تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإحالتها لسلطات التحقيق داخل الكويت وخارج الكويت سعيا لاستجلاء كافة الحقائق في هذا الشأن تمهيدا لإحالتها للقضاء مجلس الوزراء وفق أيضا على التعديلات في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وعلى طلب الإدارة العامة للجمارك بشأن تواجد جهات معنية بهدف سرعة التخليص الجمركي للبضائع الوردة والصادرة من خلال المنافذ الجمركية المجلس أصدر كذلك قرارا بشأن تحديد قائمة الأنشطة غير الخاضعة للقانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت وفق المقترح المقدم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وذلك تسهيلا على المستثمرين كما اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما